مساء الخير اليوم زي ما وعدتكم هتكلم أهلا وسهلا في الجميع سواء من R4 أو R3 أو R2 أو حتى R1 إن شاء الله رح أتكلم بالتفصيل عن الامتحان وعن المصادر وعن كيف تذاكرون وكيف تستعدون نفسيا قبل ما يبدأ هذا الإقزام من بداية السنة طبعا من بداية السنة لازم تعرف وكيف تقرأ المواضيع وتبدأ تعالجها عن طريق القراءة إن تقرأ عن المواضيع مثلا أنا من بداية السنة كان عندي مشاكل في النفرولوجي في الأورثوبيديك في الهيمتولوجي فمن بداية السنة أنا جالس أحاول أني أشتغل على نفسي مثلا وأقف هذه المواضيع مرة كثير طبعا أنا أشوف بالنسبة لي أفضل مصدر الـ AFB لا تقرأ كتاب ولا تدور أي كتاب ثاني لأنه الـ AFB غالبا بيكون أبديت وأنا ما أفضل الأبديت الأبديت اللي هو مثلا أن يكون 2020 أفضل أن يكون 2019 لأنه الهيئة عندنا ما بيجيبوا الأبديت اللي هو حق آخر سنة بالضبط في الامتحانات طيب نجري نتكلم عن النقطة الثانية اللي هي MCQ Skills Answer طبعا أنا ما أقول لكم أنه في ناس كثير عندهم معلومات وعندهم knowledge بس معلش أقول لكم إياها بصراحة أنه يكون عندك MCQ Skills Answer هذا شيء مرة يشجع عندك أن تنجح وبهيقرات كمان طبعا هذا شيء ما يجي بين يوم وليلة هذا شيء يجي باستمرارية حاول تعود نفسك من أول السنة أنك تقرأ MCQs ولما تجي تقرأ MCQ تقرأ السؤال وتحاول تجاوب عليه بالمعلومة اللي هي موجودة عندك بدون ما تنظر للإجابة الصحيحة وبعد كذا شوف الإجابة الصحيحة وشوف وإسأل نفسك ليش أنا غلط في هذا السؤال هل أنا غلط فيه لأنه أنا المعلومة هذه نقصتني هل أنا كان المعلومة عندي غلط هل أنا كنت ملخبط بين وبين مرض ثاني أو بين وبين مشكلة ثانية لازم أنت تسأل وتحاول نفسك discuss yourself هذا الشيء مرة مرة حيساعدكم طيب زي ما قلت لك MCQ skills answer ما بتكلم فيها كثير بس أنا هذه الطريقة أشوف أنها جدا جدا ممتازة على قد ما تقدر تقرأ MCQ ما أقول لك والله يخليك سوبر هيرو من أول السنة اقرأ لك مثلا 100 MCQ هذه آخر السنة ممكن تقرأ 100 MCQ إلى 150 في اليوم لكن من أول السنة ممكن تقرأ من 10 إلى 20 MCQ شوي مع الوقت يبدأ الليفل حقك يعلى تصير ممكن بالصبت يعني زي زي الرياضة إحنا ممكن في بداية في الرياضة أول 10 دقائق نتعب بعدين اليوم الثاني حنزود 5 دقائق وهكذا فال MCQ نفس الطريقة كل يوم بتزود الليفل حقك حتلاقي نفسك نهاية R4 تقرأ عادي ممكن عندك الليفل يوصل إلى 150 MCQ في اليوم ليش بقول لكم لازم تقرأ هذا المستوى العالي من MCQ عشان تعودون نفسكم إنكم حت يمتحنون 200 سؤال آخر السنة النقطة الثالثة عندنا الGuide Lines الGuide Lines مرة مهمة تقرؤها من أول السنة إحنا صح عارفينها من R1 و R2 و R3 ولازم كل سنة بداية السنة تتراجع هذه خذيها يعني حتى الناس اللي هم R3 و R2 أو R1 من بداية السنة حطوا دايما لأول شهر أو أول شهرين في بداية السنة الدراسية إنه تقرؤ الGuide Lines ويحاولوا إنه الGuide Lines ما أقول لكم اقرؤوا مثلا حقية 2020 خلوها في بالكم بس حطوا في بالكم إنه الأسئلة بتجي على 2019 يعني مثلا إحنا لما اتحننا في 2019 كانت الأسئلة حقتنا الGuide Lines على 2018 فهما ما حيجيبوا اللي هو مثلا طلع قبل 6 شهور من الامتحان مستحيل يعني طيب عندنا اللي هي اللي هي اللي سلايد وعندنا الـ Data Interpretation أنا من الناس اللي ما أفضل إنها تتأجل لآخر السنة ليش لأنه إذا أنت بين أول السنة كل مرة تفتح اللي سلايد وتتفرج عليها وتعود نظرك عليها حتلاقي نفسك آخر السنة اللي سلايد هذه على قولتهم شربت ميا بالنسبة لك برضو Data Interpretation جدا مهمة بالذات الـ Endocrine عندكم والنفرولوجي والهيمتولوجي ما أقول لكم هي صعبة ما هي صعبة لكن إذا أنت من بداية السنة تقرأ Data Interpretation وتعود نفسك على Data Interpretation مرة كويس حتلاقي نفسك آخر السنة برضو الموضوع عندك مرة سهل أي سؤال Data Interpretation حتعرف تحله طيب مواضيع الأورال برضو من الأشياء اللي أنا ما أفضل إنها تتأجل لآخر السنة زي ما بسوي أغلب الرزدن من بداية السنة اقرأ مواضيع الأورال بالنسبة لأوسكي الأوسكي إحنا عارفين إنه كل سنة إحنا بنختبر امتحان أوسكي الامتحان هذا اللي إحنا نمتحنه يا ريت يا آر فور خدوا الامتحان سيريس لأنه لو أخدت الامتحان سيريس حيق آر فور اللي هو بتختبرونه قبل الامتحان النهائي السريري حيكون تجربة مرة ممتازة لكم وفي نفس الوقت حيخليكم كأنكم ذكرتوا كده لأوسكي لما نيجي يوم الأوسكي أنتم ما حتكونوا قلقانين لأنه مريتوا على الأشياء لخصتوا أكيد أشياء عرفتوا بعض الأمراض اللي اسمها صعب بالعربي عرفتوا ما اسمها بالعربي وكل ما عودتوا نفسكم في العيادة إنكم تسألوا الأسئلة اللي في التشيكلس بالإنجليش سألتوها بالعربي مرة هذا الشيء مرة يساعد الصراحة تايم مانجمنت بريبير يورسلف دو يورقال انتو يورقال أو أنا ما يقول إنه أنا أنجح آخر السنة معناته أنا مهما كان عندي من ظروف أنا أقدر أتحدى هذه الظروف وأقدر أهيئ كل الأمور تكون في صالحي وأقدر أنجح آخر السنة حطوا هذا الشيء في بالكم بس بقول لكم عن حاجة شخصية ليا أنا استقبلت أر فور أم لطفلين وحامل بالطفلة الثالث يعني ممكن أي أحد يقول هذه صعب إنها تنجح صعب إنها تعدي هذا الامتحان وراها ولادة في نصف السنة أو تقريبا قريبا آخر ستة شهور من الامتحان عندها طفل جديد لا وعندها طفلين قبل وعندها طفل يعني عمره سنة والطفل الثاني كمان عنده مشاكل يحتاج جلسات تخاطب يحتاج شغل في الدراسة عشان يمشي حاله في المدرسة آه لكن ما في شيء مستحيل آه كل شخص يسوي السكيجول اللي هو يناسبه وكل شخص يقدر يتخلى عن بعض الأمور الكمالية مثلا ممكن زي الخرجات الكثيرة مثلا للسوق بدون داعي بس تم الشاية آه ما أقول لكم احرموا نفسكم اجلسوا في البيوت لا لازم تاخدوا يوم في الأسبوع تخرجوا فيه أنا بالنسبالي كنت الصراحة أدرس طول أيام الأسبوع الويكند it's weekend بالنسبالي أنا ما أقدر أدرس في الويكند وممكن أدرس يوم السبت بس أدرس على خفيف أو ممكن مرات أخليها الجمعة مثلا في الفترة النهارية بالنسبالي الدراسة اليومية آه تقريبا من ساعتين إلى أربعة ساعات كافية ممكن إحنا لما نرجع من الدوام مثلا على الساعة أربعة أو الناس اللي في الحرس ممكن يرجعون على خمسة ستة خذوا لكم بس نص ساعة إلى ساعة بس راحة آه أو ناب وابدعوا اذاكروا ادرسوا آه لازم لازم بالنسبالي الأمهات آه ما أقول لك اقتلي نفسك وخليكي الأمة المثالية مع أطفالك لأ ساعة واحدة في اليوم مع أطفالك إلى نص ساعة بس تكون ساعة افكتف أو نص ساعة افكتف أنا أشوفها مرة موردان انف طبعا في ناس حيقولولي هي ما هي كافية وكده بس أنا شوفي أنا بالنسبالي أنا أعوض نفسي في الويكند أو أعوض أولادي أنه مثلا أطلعهم مثلا شاكت شيز آه ساعة إلى ساعتين وفي الوقت اللي أنا أطلعهم في شاكت شيز تقريبا بشكل أسبوعي كنت أجيب كتابي وأسيبهم ينفلتوا مع الدادة حقتهم يلعبوا ينبسطوا معهم الكارد وأمورهم طيبة وأنا جلسة على الأيباد أدرس شوية ألعب معاهم شوية أدرس وهكذا يعني كنت الصراحة أستغل كل وقت يعني مثلا رايحة كوفي أجلس أتكلم شوية شوية أجلس أقرالي كلمتين أو أقرالي مثلا مع العيال برضو أقرأ في السيارة أنا أقرأ إذا مشوار الدوام حقي طويل حاولوا تستغلون هذه الأوقات الوقت الضايع أنا سميه هذا الوقت الضايع زي ما كنت لكم أول ستة شهور أنا أحب أنه الواحد يقرأ في الأشياء اللي هي عنده ويكنس فيها يقرأ 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 مواضيع الأورل طبعا أغلبنا عارفين إش هي مواضيع الأورل الكلينيكال سكيلز كمان يعني مثلا إذا أنت حاسة أنك مثلا ما أنت مرة في علاجة ديابيتس ما تعرف تشفتين مثلا من نوع أنسلن لنوع أنسلن ثاني بكل ثقة حاولوا تخذين كرونيك ديزيز كثير عشان تقوين هذه النقطة لأنه أنت خلاص يعني كلها شهور وانت بتصيرين إن شاء الله استشارية فلازم تقوين النقاط الضعف عندك طبعا قلت لكم الداة انتربوتيشن والسلايد ما نهميلا من أول السنة بحقول لكم الاشي السورسز إن شاء الله وبرضو حتى الامسكيو حاولوا تعودوا نفسكم زي ما قلت لكم من بداة السنة برضو امسكيو الاسكيجوال لازم مثلا أنت تعمل اسكيجوال مثلا أول ثلاثة شهور أنا ايش المفروض أخلص مثلا أنا حخلص دا ودا ودا وفي الشهر كيف هيكون الاسكيجوال وفي الأسبوع كايش اللي حخلص وفي الأسبوع يوم أوف في أول ثمانية شهور ما عليش نضغط على نفسنا في آخر ثلاثة شهور من الامتحان ومهم جدا أن تنهل المذاكرة النهائية قبل الامتحان بشهر مرة مهم هذا الموضوع طبعا آخر شهر بيكون بث مراجعة للنوتات اللي احنا مثلا عملناها الأشياء اللي احنا ملخبطين فيها الأشياء نحسها مثلا مهمة ممكن تجيش في الامتحان وإحنا احنا مرة بتأكدين معلومات فنحاول نقراها مثلا في آخر شهر لا تنسوا أنه الناس في وزارة الصحة أو بعض الوزارات يعني إذا خلصوا الإيفاد لازم ترجعوا لأعمالكم حاولوا لما ترجعوا لأعمالكم تأخذوا على طول إجازة تقدروا تأخذوا إجازة من اليوم المباشرة بالنسبة في ناس سألوني على موضوع أنه ممكن تمديد الإيفاد أنا ما عندي فكرة عن هذا الموضوع لكن ممكن تسألوا وممكن في أحد يفيدكم مثلا في المديرية أو فاهم في القوانين طيب أول بورد إكزام كان 100 MCQ في ساعتين ومص الوقت جدا كافي ما تقلقون الأسئلة جدا واضحة بس كانت مشكلة الأسئلة أنها شوية قصيرة المعلومات قليلة جدا مرات مرات كانت ما تساعد في التشخيص طبعا هذا الشي إحنا تكلمنا فيه ما عرف هل في أحد رفع ولا لا بس كان هذا أغلب أراء الناس عن الامتحان ما عرف إن شاء الله بإذن الله بس كانت نسبة النجاح عالية ما تقلقوا إن شاء الله بالنسبة بعد ما تخلصوا بابر 1 وتخلصوا بابر 2 شو من القاع إنكم تعملوا أبلود للامتحان لا تنسوا تعملوا أبلود للامتحان وتتأكدوا وفي موجودين موضفين اللي يساعدونكم في هذا الشي طيب النقطة الثانية اللي بتكلم عنها اللي هو الأوسكي إنتوا عارفين إنوا الأوسكي لازم تيجي حالة بريفنجين لازم تيجي حالة أكيوت كرونيك كلينيك بروسيجر والتوتل غالبا بيكون ما بين عشرة إلى اثناشر وممكن يقيل عن عشرة ممكن تصير ثمانية طبعا لازم تمشوا على الكان ميتز توقع كلنا عارفين إش هي الكان ميتز تمشوا على أساسها وعلى أساس هذا الجدول اللي هو هذا البرينتر الرسمي للهيئة طيب الامتحان طبعا كان عبارة عن ثلاثة أيام هو كان أول مرة بيصير الامتحان ثلاثة أيام الصراحة الامتحان جدا مرهق طبعا إحنا هذه السنة ما كان عندنا وقت تقريبا كان بين الامتحان الريتين والأوسكي كانت تقريبا أسبوعين وطبعا الناس حاولت تأجل وما صار فيه تأجيل والصراحة أنا ما كنت أبغى أجل لأنه أنا كنت أخلص البرد وأنتهي يعني ما كنت أبغى كنت أفكر بس أنه خلص البرد وأرتاح فأسبوعين كانت كافية صح كانت جدا ضغط علينا بس كانت كافية والحمد لله نجحنا الامتحان كان مرة أحسن من امتحان العام كانت تقريبا الحالات جدا واضحة فيه أشياء يعني ما كان فيه شي صعب يعني حتى بالنسبة للأورل احنا كنا أغلبنا متخوفين من الأورل لكن لقينا أن الأورل ما كان صعب الحمد لله بعدين بعطيكم نصايح الأورل يوم إن شاء الله بإذن الله أتكلم عن موضوع الأورل لأنه أنا الصراحة تعبت من التشيكليست حق الدكتورة العتيق كان الكلام مرة صعب بالإنجليش وأنا كان من جد من جد معقدني موضوع التشيكليست يعني جزاء الله خير دكتورة العتيق أنا أشوفه من أفضل الناس اللي يساعد الرزيدنت لكن كانت التشيكليست يمكن شوية صعبة نفهمها لأنه الكلام شوية الإنجليش صعب وإحنا ما إحنا فهمين الفكرة الأساسية للأورل فإن شاء الله ناوية بإذن الله بإذن الله أوعدكم إنه حتكلم عن موضوع الأورل لأن أنا عرفت مفاتيح الأورل إن شاء الله يعني وما كان صعب طيب الأوسكي كانت ستة ستيشن المفروض أنك انت من ستة ستيشن الحالات يعني مثلا إذا الحالة سهلة يصير من 70 إذا الحالة شوية سهلة قصدي مرة بتصير من 75 إذا الحالة عادية بتصير 70 وممكن تنقص عن السبعين إذا كانت الحالة مرة صعبة طيب بالنسبة للأوسكي حتلاقوا بس only one examiner بالنسبة للأورل بتلاقوا two examiner وطبعا ما في أكثر رضا كثيرة منكم يغفلها حكاية مثلا لما أجي أبدأ مثلا في مهم جدا مثلا لو أنا مثلا بذكر الدراج لازم أقل حاجة أسأل عن دواء أو دوين يكونون related للحالة الباست لازم أسأل عن الأمراض تكون related للحالة يعني مو بس أسأل عندك أمراض مزمنة عندك مشاكل صحية لا ما ينفع بس كده لازم نسأل أسئلة دقيقة مثلا عندك مرض السكر عندك الضغط عندك لازم تعددون شوية يعني ما تعددون كثير بس عددوا شوية لأنه عليها درجات طيب وطبعا كانت كل السيشن عبارة عن 10 دقائق وفي دقيقة قبلها تقرأ الانستركشن على الباب طبعا كانت 3 لاين أتذكر كانت أبيض وأزرق وأحمر وأسود أربعة لاين طبعا لازم تكونوا وثقين من نفسكم لازم مرة تركزون قبل الامتحان مهم مهم جدا النوم جينا للمصادر أنا الصراحة من بداية أكتوبر قريت هذا الكتاب اللي هو كالر أطلس قريت الكتاب الكبير طبعا أنا وصديقتي دكتورة هيلا العثمان من برنامج الحرس لخصنا الكتاب تقريبا في 300 صفحة موجود هو PDF وتقدروا تقروا منه اللي حاب يقرأ من الكتاب الأساسي يقرأ منه جدا مفيد أنا الصراحة جدا جدا فادني فيلو معلومات فيلو نوليج مرة حلوة إحنا عملنا الإختصار اللي حاب يقرأ ويريح نفسه ممكن يقرأ الاختصار اختصار جدا ممتاز نجي للكتاب اللي هو Grabber and Wilber اللي في عليه كلام مرة كثير وكثير ناسا نقرأ ما نقرأ نقرأ ما نقرأ هذا الكتاب بالنسبة لأنا عشقي في Family Medicine الكتاب هذا أنا ذكرت الطبعة القديمة اللون الأزرق اللي هي الطبعة الثالثة في R1 رجعت مرة ثانية قريته طبعا ولخصته كمان أتذكر يعني بخط يدي ورجعت مرة ثانية الكتاب هذا أنا أتعب أقول لكم جدا جدا ممتاز للناس اللي تبتعدي البارت 2 والناس اللي تبتعدي حتى البارت 1 الكتاب هذا أنا بالنسبة لي كنز أنا هذا يمكن يعني لو أضيع فيه شهر شهرين أحسه يستاهل من جد هذا الكتاب عندي نمبر 1 أنا أنصح أي أحد يذاكره طيب بالنسبة لي أنا U-Word أكثر مصدر عجبني من ناحية من ناحية المعلومات من ناحية طريقة M-C-Q أحسه كأنه امتحان يدخلني في جو الامتحان طبعا تقدر تسوي مثلا امتحان من 40 سؤال الماكس نمبر 80 وتقدر تمتحن أكثر من مرة في اليوم بالنسبة لي أنا U-Word اشاركت فيه تقريبا في آخر ثلاثة شهور في جولاي بدأت فيه تقريبا ما أخذ مني وقت تقريبا أخذ مني شهر بالزبط كنت كل يوم أخلص تقريبا 100 M-C-Q البنك عبارة أو 80 M-C-Q كنت في اليوم البنك عبارة تقريبا عن 1100 M-C-Q حق American Board Exam للأمانة الصراحة جدا فادني وتمنيت لو اشتركت فيه من أول السنة بس للأسف أنا أخذت في آخر ثلاثة طيب البريتست نشيل البريتست بوك أنا الصراحة قريت من الفاميلي ميدسين الجديد ولحد يقول لكم أنه الفاميلي ميدسين الجديد زي القديم بس أبدت لا معلاش الأسئلة مرة مختلفة فيه أسئلة مرة كثيرة مختلفة البريتست بيدياتريك البريتست أوبيغايني أنا أخذت الشورتر حقهم الإختصار وبرضو الميدسين فيه كتاب اللي هو الـ USMLE وراتكم صورته قبل أو حوريكم صورته بالأصح قدام بريتست امرجنسي أنا قريته كامل كامل نفس الكتاب الأساسي والسايكايتري برضو كمان قريت الكتاب الأساسي الصراحة الامرجنسي والسايكايتري والفاميلي ميدسين هذا لازم يتذكر من الكتاب الأساسي يعني 500 سؤال الثانين مو مشكلة ممكن نقرأ الإختصار حقهم طيب الـ American Board Exam للأسئلة حقتهم أو 5 سنين أنا تقريبا قريت آخر 5 سنين ومهم جدا تقرؤوا بالنسبة للبراتون الجديد برضو مرة ممتاز أنا قريته وأنا أنصحكم تقرؤوا في ناس قالوا أنه جاء منه سؤال أو سؤالين من الإكسيبلينيشن حقه وأنا الصراحة ما أعرف لكن الكتاب عموما فادني هو والإكسيبلينيشن والمعلومات اللي فيه الـ Canadian Q-Bank إذا عندكم وقت أو قريت قبل كذا جدا مفيد أنا قريته الصراحة في R3 قريت أغلب الشباتر منه بالنسبة للـ MQ-Hات للـ ENT والأفثالمولوجي والدرمتولوجي والسيكايتري بأوريكم مصادر حلوة أنا درست منها وكانت مرة مور دان إنف ننجي للـ CRQ اللي هو أنا صراحة كان عندي شوية تخوف منه لكن حاولت أقوي نفسي دام إنه أنا ما عندي معلومات إنف لازم أحضر يا كورسيس وفي كورس أونلاين يعملوا دكتور مازين فروانة أنا أشوف أفضل شخص يشرح الـ CRQ إذا برامشكم ممكن في واحد ممتاز يشرح الـ CRQ وفهمكم إياه مرة كويس بالنسبة لي أنا قريت الـ MQ حق الدكتور مازين فروانة وفي ملف حق الدكتورة مها السليماني جوجل درايف كان في MQ-Hات موجودة داخل الملف وكانت جدا مفيدة أنا ما ذكرت غيرها هي والـ MQs حق الدكتور مازين واشتركت في الأونلاين كورس وبالنسبة لي كان يعني كفاية يعني وفي كمان النوت اللي هي حق الدكتور مازين معروفة كلكم أتوقع عندكم النوت حق الدكتور مازين اشتركوا في القناة طيب نجي صديقتي العزيزة دكتورة هيلة العثمان عملت التلخيص إن شاء الله هي بس ناوي يترتبوا ورح نرسلكم إياه إن شاء الله أنا عملت التلخيص للقرابر أنت ويلبر بس بخط يدي اللي حابي ياخذوا في ناس أخذوه وقالولي كويس حلو استفادوا منه أنا معرف إذا أنتم ما تقدروا تقروا خط اليد ممكن ما تأخذوا موجود أنا حطيته على العموم في موجود في مكتبة إنجاز في شارع الضباب في الرياض بالنسبة لملخصة الدكتورة رواني شريم جدا رائع نسفت منه وملفها جدا رائع وحاجة أتكلم عن ملفها إن شاء الله بالنسبة لل Important Notes of Family Medicine Exam ممكن أغلبكم يعرفوا النوت هذه حقتي كانت عبارة عن تجميعة من عدة كتب MSQ من عدة مصادر وخلاصة المعلومات المهمة اللي حب يقرأي نجل الداتا اللي كل الناس متحمسة على الداتا أول شي نبدأ بهذا الكتاب اللي هو Data Master of Data Interpretation كتاب مرة حلو ثلث وصراحة يخلص على طول في يوم أو يومين يعني صراحة حلو الكتاب الكتاب الثاني نجل كنا نعرفين اللي هو كتاب بواكد دكتور بواكد كتابه جدا مفيد في بعض الأشياء اللي هما قالوا مثلا ECG عنده فيها أغلاط وشوية يمكن المعلومات قديمة لأنه هو الكتاب قديم نجي بالنسبة لأنا دكتورة روان الشريم فايل ودكتورة زهر الجشي فايل الفايلات حق الدكتورة روان جدا مفيدة وموجود فيها النوت اللي أنا ذكرت لكم إياها برضو دكتورة زهر الجشي من الشرقية الفايل حقها جدا 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 رائح وآخر حاجة اللي هو ديرموتولوجي أويسيز ويب سايت أنا أنصحكم بالويب سايت هذا لأنه جاء منه صور بالنسبة لديرموتولوجي أويسيز جاء صور طق الأصل من هذا الويب سايت وحلو اقروا اقروا الحالات اللي موجودة هو طبعا ويب سايت أظن عراقي أو في واحدة من الدول العربية أذكر وكان الصراحة جدا مفيد الحالات اللي موجودة فيها الشي الثاني كمان بيقول لكم على موضوع الكورس اللي هو الجزء من الداتا والسلايد اللي أنا ذاكرتها كانت موجودة في الكورس أنصحكم تشتركون في الكورس وكان جدا مفيد أنا ذاكرت أنا عموما ذاكرت منه ذاكرت منه يعني كان هو بالنسبة لي صور صور مرة كويس نجد تكلم على هذا الكتاب هذا الكتاب بالذات أنا بالنسبة لي exam oriented في ناس ما يحبونه في ناس يحبون الإماراتي أنا بالنسبة للإماراتي ما حبيته أبدا 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 ولا درست منه ولا في أي سنة من السنوات المشهورة الطبية جزاهم الله خير مجموعة جروب دكاترا من السنة الماضية عملوا نفسها الخيصة الكتاب الإماراتي بالعربي وكان ما نرحل وأنا نصحكم بالمشهورة الطبية بدأ ما تقرؤوا الكتاب الإماراتي في بعض التوبيكس الجديد اللي قالوا اللي هي البيدي بيلدرز ميديكيشن وفي بعض الأشياء اللي هي ما هي متغطية في نفس أوسكي تشيكليست روحوا غطوها من الإماراتي لكن بالنسبة لي هذا exam oriented نفس التشيكليست اللي إحنا نمشي عليها في الامتحانات فأنا نصحكم تدرسوه طيب نجي نتكلم على الفاميلي ميديسين براكتيكال أبروتش عندنا اللي هو الكتاب جلبان هذا المعروف بجلبان أنا قلت منه الشباتر في البداية المهمة في مواضيع الأورال نجي للنوتة الثانية اللي هي الفاميلي ميديسين فور أورال أنت كلينيكل exam صراحة المصدر هذا يفوز بنمبر وين صراحة جدا 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 رائع 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 أتعب أقول رائع اللي يبغى يذاكر أورال مصبوط يروح يقرأ من هذا المصدر مرة جدا فاد صراحة بالنسبة لل self training وها فور أورال exam هذا ملف بي دي اف أنا عملته هي عبارة عن مجموعة السلة موجودة في ملف الدكتورة فايزة ومجاوبة عنها طبعا صديقتي الدكتورة عمل الأنصاري جزاها الله خير عطتني الإجابات لمعظم الأسئلة وأنا كملت عليها وكانت اجتهادات منهم هما في سنة 2016 لما امتحنوا البورد بالنسبة لل quality and patient safety هذا ملف أنا عملته أنا صراحة ما كتبت عليه اسمه اسمي ولا هذا الملف برضو كتبت عليه اسمي لكن أنا عملت هذا الملف هو كان عبارة عن محاضرة الدكتور كان من من الهيئة التخصصات جاء في كورس الدكتور مازين فروانو وتكلم عن quality and patient safety كموضوع كموضوع من مواضيع الأورال اللي نتسأل فيها وأنا لخصت المحاضرة حقته صراحة في هذا التلخيص فإن شاء الله تلاقوه أتوقع موجود في الملفات مرسول يعني أتوقع أنه هو يعني اترسل إن شاء الله